جدد الرئيس التركي رجب طيب أردغان لليوم الثالث على التوالي مناشدته للأتراك ببيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة ووصف أردغان الانهيار الذي تتعرض له عملة بلاده بالأمر الذي لا يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا واعتبر تقلبات الليرة التركية محض مخطط يستهدف تركيا في الوقت ذاته اتهم أردغان الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية عبر زيادة رسوم واردات المعادن